اتهمت نقابة المقاولين مصانع الحديد وشركات الإسمنت وتجار القطاع بالتلاعب بأسعار الحديد والإسمنت مطالبة الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتدخل واستهجنت النقابة في بيان لها لارتفاع المفاجئ لأسعار الإسمنت والحديد إلى مستويات قياسية في السوق المحلية داعية الحكومة إلى إيقاف زيادة الأسعار غير المبررة هذا وأشارت النقابة إلى انخفاض أسعار المشتقات النفطية بشكل ملحوظ إضافة إلى استخدام المصانع للطاقة المتجددة ما وفر كثيرا من كلف الإنتاج الأمر الذي أكدت النقابة أنه يستوجب خفض الأسعار وليس زيادتها